شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قصفا عنيفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية في حي منظر السكني بمديرية الحواكي جنوب محافظة الحديدة وهو ما أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين وقال أهالي حي منظر إن منازلهم دمرت جراء الغصف العشوائي من ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقد أصبحوا مشردين لا منازل ولا مأوى لهم وطالب الأهالي من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والنظر إلى جراء ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المواطنين الذين لا ناقة لهم ولا جمل بالحرب هذا تعبيرهم ويعاني حي منظر السكني من قصف حوثي متواصل بشكل يومي الأمر الذي أدى إلى تدمير عشرات المنازل ودفع بماءة الأسر إلى النزوح بحثا عن مناطق آمنة من إرهاب دراع إيران وسط ظروف معيشية بالغة السوق